طبعا في هذه الأوقات تسود حالة من التهديدات العسكرية من قبل الحكومة التركية لاجتياح مناطق شمال وشرق سوريا هذا الأمر الذي أتى مع انسحاب القوات الأمريكية من بعض المناطق الحدودية طبعا نحن كمجلس سوريا الديمقراطي وكإدارة ذاتية لشمال وشرق سوريا أبدأنا مرونة كبيرة من خلال المباحثات من خلال اللقاءات لتجنب مناطق شمال وشرق سوريا أي مرحلة حرب جديدة تأتي بالويلات والمأساة لمناطق شمال وشرق سوريا أبدأنا مرونة كبيرة من حيث عملية أمن الحدود كان هناك تجاوب كبير وتجاوب واسع من قبل الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا ومجلس سوريا الديمقراطية لهذا الأمر لكن للأسف الحكومة التركية لم تفه لهذه المرونة التي أبدتها الإدارة لشمال وشرق سوريا طبعا أيضا هناك القوات الأمريكية لم تفي بوعودها تجاه قوات سوريا الديمقراطية لحماية هذه المناطق وتجنبها من ويلات الحرب طبعا نحن قلنا أننا أبدأنا مرونة كبيرة تجاه تجنب مناطق شمال وشرق سوريا بالشكل العام إلى الحرب سنسعى جاهدين لاستكمال هذه المرونة الكبيرة لكن إن فرضت الحرب لن يكون لدينا خيار سوى المقاومة هناك القوات العسكرية لدينا ثقة فيها ونحن كإدارات مدنية مستمرون بتقديم كافة نوع الخدمات لشعبنا وأهلنا في مناطقنا كافة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر